الملسقات الإبداعية الملسقات الإبداعية هي مجموعة من الرسومات صممت لكي تساعدوا الطلبة على تصميم تدوينات بصرية جذابة وتساعدهم أيضا على التركيز يمكنهم طباعة الورقة أو الطباعة على ورقة لاصق ثم قصها واختيار ما يناسب لموضوعاتهم التعليمية بعد ذلك يقومون بتلوينها ثم يضيفون عليها أشكال بأيديهم وحروفا ونجوم لقد أصبح التعليم أكثر متعة لهم وأصبحوا يتفاخرون بدفاترهم وأوراقهم وأعمالهم والملفات الإنجاز وكل هذا بسبب استخدام الملسقات الإبداعية إن قليل من الملسقات الإبداعية المختارة بعناية يمكن أن تساعد في تنظيم أفكار وملاحظات صفية وكذلك المقارنات الرسومية التي تزيد من الفهم والاستيعاب يمكنك تحميل الملف وطباعته أكثر من مرة في كل ما تقدمه من حصة سواء أو حتى في الدورات التدريبية نفس الرسوم يمكن أن تمثل العلاقات بين الأفكار في كثير من مختلف الدروس كيف يستخدمها المعلمون؟ استخدم ورقاً ملسقات غير لابع حتى يتمكن الطلبة من الكتابة والتأكد من توافق الصور مع الوضوع وزع مجموعة من الصفحات المرفقة واسمح للطلبة بالاحتفاظ بها في دفاترهم وحافظاتهم الخاصة أو احتفظ بمجموعة في ظرف صغير للاستخدام عند الحاجة للطلبة الحق في اختيار ما يرونه مناسباً لموضوعاتهم أو يمكنك تحديد الملسقات التي تريد منهم تجهيزها في اليوم التالي وفر وقتاً من الحصة وذلك بتحديد قائمة مختصرة أي منها يجب أن يكون جاهزاً ضع علبة قمامة صغيرة على كل طاولة للنسخ والقصاصات شجع الطلبة على التخطيط ووضع طفحاتهم مع الملسقات قبل لسقها للحصول على أقصى فائدة للذاكرة الطويلة الأجل احتفظ بنسخات أمثلة من الطلبة لكل نهاية عام وأرجو أن تشجع الطلبة على إضافة المرئيات والرسومات المقارنات الرسومية حتى التلوين والإبداع فوائد الملسقات الإبداعية أنها تفاعلية سهلة مع الملاحظات العيدية زيادة تركيز على التعلم وتذكر الإجزاء المهمة للمادة ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى مقص وتلاوين وغراء وقليل من الإبداع هذه بعض الأمثلة للطلبة تحولات الصخور قام الطالب بقصها ونسقها في الفصل في الدفتر هنا أيضا أنواع الصخور عندنا هنا أيضا تصنيف المثلثات باستعمال الزاوية حاولي أعملها بهذا الشكل الجميل أيضا هنا عندنا شكل فن المقارنات بين الاثنين عندنا هنا برضو مقياس النزع البلكية عندنا أيضا مقياس النزع المركزية ففي أفكار جميلة جدا يستطيع المعلم أن يجعل الطلبة يقومون بقصها ووضعها في دفاترهم لكي تكون جميلة طبعا بعد ما تحصل على المنتج حتلاقي بهذا الشكل عبارة عن ملف بي دي اف كل اللي عليك أنك تقوم به زي ما أنت شايف هنا هذه الصفحة هذه الورقة حسب اللي أنت ترى مناسبة مثلا نحن نقول مثلا أنت تحتاج تستخدم الصفحة هذه حتضغط على برينت طباعة طبعا قبل ما تعمل برينت حتتأكد أن هذه الصفحة رقم ثمانية حتعمل برينت هنا وتأتي إلى هذه أول بدل الطباعة الجميع تقول لا كاستمايز وأبغاك فقط تطبع لي صفحة رقم ثمانية حيقوم الجهاز باختيار الصفحة رقم ثمانية ثم بعد كده طباعة وتقوم بطباعة الورقة طيب الآن كده أنا جبت الورقة زي ما أنت شايف وجبت المقص معها وحبتها الآن أقص الطرف البسيط هذا اللي أنت شايفه من هنا في اليمين أبدأ أقصه كده من اليمين طريقة بسيطة جدا وسهلة فيها إنهماك للتعلم جميل جدا بصراحة بعد كده أقوم بكص الورقة وتلسيقها على في الدفتر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر